الناس اللي من السهل جداً مادام عرف سر عن فلان يبتزوا نعم ويهددوا نعم لقوا مش كده وبس على صفحات التواصل الاجتماعي اللي بعض منا بيقتطع أجزاء من المشايع لا 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 ما عليش وقف اسمها ايه؟ تواصل الاجتماعي التقاطع الاجتماعي تقاطع الاجتماعي أنا قاعد وابني قاعد وبنتي قاعدة ومراتي قاعدة وقاعدين كل واحد قاعد كده قاعدين ليه؟ قاعدين ليه مع بعض وفي المكان ده كله قاعد لا التقاطع الاجتماعي مش التواصل الاجتماعي أنا أسمع اشتفضل اللي فكرة اني بلاقي سر عند فلان أو قاعدة جي أسمع فضلت الدكتور محمد مهنة رأي فروح قاطع منه حتة كده أو لمشهد له في حال ومش عارف يعنيه الحال ده وروح حطهوله مش يرهوله عن نت ويقول ده شوف المشهد شوف المنظر هنعرف الحكم بدا أول مش مش الحكم بمعنى حلال ولا حرام لا الحكم اني ازاي ارتدع فأسير في الطريق الله سبحانه وتعالى وانا صافي الذهن أبيض القلب ناصع السريرة من الداخل فكرة ازاي اتخلق بخلق القرآن وتخلق بخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واني مفضحش الناس واني أستر واني مسهلة أوي اطلع صورة على الفيس او طلع صورة على النت او اطلع صورة في جرمان سهلة جدا عند الناس وحطها وكأني الدنيا بسيطة جدا وانه بيحقق ما يسمى بسبق صحفي بيحقق او يرسل رسالة تهديد لشخص اخر او يبتز حد على مستوى فردي اي حد في حياتنا دي من اخس الاخلقيات اللي موجودة حاليا في هذا الزمن ودي من اخس الاخلقيات في انسان كائنا من كان اللي هو يبتز انسان او يفضح انسان زي ما يقولي ساتك وتحسبونا وهينا وهو عند الله عظيم ولزلك قلنا اقرأ صورة النور عشان تحديث الافك اللي كان مناسبتها لانهم طلعوا في الصديقة بنت الصديق هذا الان انت حديثة الافك فطبعا لما نشوف ازاي انسان بيمزق اعراض الناس ويريد كمان بيمزقها يعني ايه يعني يعني بيمزقها عشان يأكل بها عيش عشان يعني ينتقم بها لنفسه علشان 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 طب وربنا راح فيه هو يرح فيه اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون مش هتقف قدام ربنا في يوم الايام تتحاسب فالحقيقة يعني يجب ان احنا ننتبه الى بالذات قضية السطر قضية السطر في التعامل ازاي ان انا اسطر لان كلنا احوج الى السطر الانسان دايما هو ليه ربنا بخلاء لما منتولد كده منتولد عريانين وبنرجع ايه عريانين عراية الا ما سطرنا الكفة السيدة عائشة تقول له يا رسول الله يعني بقى كده نبقى مبعوثين كده غرولا واحنا كده عراية هذا في البعث اه لا لكل امرئ منهم شأن يغنيه ايه عائشة انت فاهم ايه لازم نعمل حساب لليوم ده هم اهلاك